مرد السكري عند الحوامل موجود في 3 إلى 5% من حالات الحمل وبالطبع هذا الحمل يكون على مستوى من الخطورة مما يتطلب انتخاذ عدة احتياطات ومراقبة هذا الحمل بشكل دقيق فيلتا 9 أشهر عند بداية كل حمل بطبيعة الحال نقوم بإجراء تحاليل لدى المرأة الحامل من ضمنها تحليل السكر في الدم وحتى إذا كانت غير مصابة بالسكري فإن ذلك لا يمنع من إصابتها بسكري الحمل لأن الحمل في حد ذاته يمثل اختبارا لجسد المرأة فالمرأة السليمة 100% تستطيع تحمل أعباء جسدها وأعباء الحمل بشكل تنجح فيه ولكن السيدة الحامل التي لها قابلية للإصابة بالسكري فمع تطور الحمل يمكن أن تظهر لديها أعراض السكري وهو ما يسمى بسكري الحمل ولذلك نعيد اختبارا آخر للكشف عن هذه العينة من الحوامل في الأسبوع السادس والعشرين للحمل وإذا كانت النتيجة سلبية وظهر أن السيدة الحامل مصابة بداء السكري فإنه يتعين اتخاذ احتياطات فيما تبقى من الحمل مثلا بالنسبة للأم يجب أن تكون لديها حمية غدائية مثلها مثل مرضى السكري يجب أن تقوم بقليل من المشي ومن التمرين الرياضية لحرق يعني الصعارات الحرارية الفائضة وفي 70% من الحالات تكفي هذه الإجراءات لكي نقوم بتعديل السكر لديها ولكن في الحالات الباقية يكون من اللازم اللجوء إلى علاجها بالأنسولين بالنسبة للجنين الجنين هو مهدد بكبر الحجم وبكبر حجم السائل الأمنيوسي المحيط به وهذا يطرح عدة مشاكل عند الولادة حيث إذا كانت الولادة طبيعية فإنها تكون ولادة عسيرة وقد تقع فيها بعض المضاعفات مما يجعل أنه في الغالبية أننا نلجأ إلى إجراء عملية قيصرية في الأسبوع 38 من الحمل كذلك قد يؤدي سكري الحمل أحيانا لا قدر الله إلى موت الجنين ماذا يعني الإصابة بسكري الحمل؟ الحمل وسكري قد يختفي في الغالب بعد الحمل ولذلك فإننا نوقف الأنسولين مباشرة بعد الوضع وبعد ثلاثة أشهر من الولادة نقوم بإجراء تحاليل أخرى للمرأة للتيقن من عدم إصابتها بالسكري خصوصا من النوع الثاني كذلك نعيد هذه التحاليل بعد ستة أشهر ثم كل سنة لأن هذه السيدة هي مهددة بأن تصاب بالسكري من النوع الثاني وبالتالي فالإصابة بسكري الحمل يجب اعتباره بمثابة ضق ناقص الخطر لهذه السيدة لكي تغير نمط حياتها بالكامل لكي تتفادى الإصابة بهذا السكري أو على الأقل أن تؤخره إلى أبعد مدى الاحتياطات الواجبة هي أن تصبح مدمنة على الرياضة خصوصا المشي أن تكون لديها تغذية سليمة الابتعاد عن المقليات الابتعاد عن السكريات الإقبال على الخضروات وعلى المواد الغدائية والنشويات البطئة المفعولة لا تنسى تابعنا في الشاشن وتأكتب الجرس لكي تصلك جديد الفيديوهات من هزبراس